اكتب للصغار للعرب الصغار حيث يوجدون لهم على اختلاف اللون والأعمار والعيون اكتب للذين سوف يولدون نهم أنا اكتب للصغار لأعين يركض في أحداقها النهار اكتب باختصار قصة ارهابية مجندة يدعونها راشيل قضت سنين الحرب في زنزانة منفردة كالجرد في زنزانة منفردة شيدها الألمان في براغ كان أبوها قذرا من أقدر اليهود يزور النقود وهي تدير منزلا للفحش في براغ يقصده الجنود وآلت الحرب إلى ختام وأعلن السلام ووقع الكبار أربعة يلقبون نفسهم كبار سك وجود الأمم المتحدة وأبحرت من شرق أوروبا مع الصباح سفينة تلعنها الرياح وجهتها الجنوب تغص بالجردان والطاعون واليهود كانوا خليطا من سقاطة الشعوب من غرب بولندا من النمسا من اسطنبول من براغ من آخر الأرض من السعير جاءوا إلى موطننا الصغير موطننا المسالم الصغير فلطخوا ترابنا وأعدموا نساءنا ويتم أطفالنا ولا تزال الأمم المتحدة ولم يزل ميثاقها الخطير يبحث في عر حرية الشعوب وحق تقرير المصير والمثل المجردة فليذكر الصغار العرب الصغار حيث يوجدون من ولدوا منهم ومن سيولدون قصة إرهابية مجندة يدعونها راشيل حلت محل أم الممددة في أرض بيراتنا الخضراء في الخليل أمي أنا الذبيحة المستشهدة وليذكر الصغار حكاية الأرض التي ضيعها الكبار والأمم المتحدة أكتب للصغار قصة بئر السبع والخليل وأخت القتيل هناك في بيارة الليمون أخت القتيل هل يذكر الليمون في الرملة في اللد وفي الخليل أخت التي علقها اليهود في الأصيل من شعرها الطويل أختي أنا نوار أختي أنا الهتيكة الإزار على رب الرملة والجليل أختي التي ما زال جرحها الطليل ما زال بانتظار نهار ثأر واحد نهار ثار على يد الصغار جيل فدائي من الصغار يعرف عن نوار وشعرها الطويل وقبرها الضائع في القفار أكثر مما يعرف الكبار أكتب للصغار أكتب للصغار أكتب عن يافا وعن مرفائها القديم عن بقعة غالية الحجار يضيئها برتقالها كخيمة النجوم تضم قبر والدي وإخوة الصغار هل تعرفون والدي وإخوة الصغار إذ كان في يافا لنا حديقة ودار يلفها النعيم وكان والد رحيم مزارعا وشيخا يحب الشمس والتراب والله والزيتون والكروم كان يحب زوجه وبيته والشجر المثقل بالنجوم وجاء أغراب مع الغياب من شرق أوروبا ومن غياه بالسجون جاءوا كفوج جائع من الذئاب فالتف الثمار وكسر الغصون وأشعلوا النيران في بيادر النجوم والخمسة الأطفال في وجوه واشتعلت في والدي كرامة التراب فصاح فيهم اذهبوا إلى الجحيم لن تسلبوا أرضي يا سلالة الكلاب ومات والد الرحيم بطلقة سددها كلب من الكلاب عليه مات والد العظيم في الموطن العظيم وكفه مشدودة شدا إلى التراب فليذكر الصغار العرب الصغار حيث يوجدون من ولدوا ومنهم ومن سويلدون ما قيمة التراب لأن في انتظارهم معركة التراب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر